خليني بس يعني أتكلم في نقطة مهمة جداً لأن مبارح يمكن الضغط كان شديد قوي والانتقادات كانت شديدة قوي قوي على المنتخب وعلى فكرة ما هو إحنا كإعلام برضو في الأول وفي الآخر لما بنتلع نتكلم لازم نكون مرآة على قد ما نقدر لردود أفعال الشارع المصري جراء أي حدث بيحصل يعني ما ينفعش مثلاً يبقى فيه حاجة بتحصل عالمياً أو محلياً أو غيره ونطلع إحنا نتكلم بسكة تانية تماماً ما ينفعش يبقى المنتخب مثلاً أداءه إلى حد ما كان متواضع في المباراة الأولى وزي ما بيتقال كده ضربة البداية ما كنتش الأفضل تماماً وبعدين نطلع إحنا في الإعلام نقول حاجة عكس اللي الشارع المصري حسه ما ينفعش مبارح أنا وكريم مثلاً نطلع نقول يا جماعة لا المنتخب كان كويس لا يا جماعة المنتخب عادي يعني إذا كان بيحصل زمان إن إحنا في ضربة البداية بتاعتنا ما بنبقاش أفضل حاجة وحصلت قبل كده فوزنا وقتها بالبطولة شاف سنة كام وسنة كام الكلام ده كله كلام بيبقى أو بيعد نوع من المسكنات وإحنا مش طبيعتنا حتى هنا هتكلم تحديداً عشر صبح في الأهلي هتكلم عن نفسي شخصياً مش طبيعتي أبداً كإعلامية إن أنا أطلع عامل المسكنات إحنا دايماً منكون رد فعل لنبض الشارع لأن في الأول وفي الأخر لما يجي الموضوع يبقى عن منتخب مصر فإحنا على فكرة برضو من جماهير هي منتخب مصر من جماهير مصر فطبيعي جداً إن إحنا نفس الشارع حسه نحنا نكون حسينه فآه الشقة الأساسي اللي عايز أتكلم فيه إن آه طبعاً الأداء لم يكن الأفضل ولم يكن مردي والمنتخب ما اكتسبش الثقة اللي كان مفروض يعني يكتسبها من الجماهير المصرية والشارع المصر والإعلام المصري وخلييني أقول لكم الإعلام العربي لأن خلي بالحضراتكم الحاجة مهمة جداً لو بصينا العالم بيقول علينا إيه مش بس إحنا بنقول عن نفسنا إيه أو شايفين نفسنا إزاي العالم كله مترقم هي جماعة مصر إمتى هترجع تاني للمستوى اللي حقول بقى بصراحة كان بينايم أفريقيا من المغرب زي ما بتقال كده بالبلدي إمتى مصر هترجع لده؟ إمتى مصر هترجع لأمجادها 2006 و2018؟ إمتى؟ الناس كلها عايزة تشوف المنتخبات المختلفة بين المدرين الفنيين قالوا لك أكيد هيحصل وقت مصر هترجع تاني وتبقى ده مش هقول يعني تضغط علينا بس هتبقى في الطاب زي ما كانت هتبقى في منطقة تانية بعيدة جداً أكيد ده هيحصل فإنت خلي بالك إن العالم كله والبطولة دي الناس كلها شايفك وحطك تحت الميكروسكوب هو منتخب مصر هيعمل إيه للبطولة دي النسخة دي فعشان كده إحنا كنا بنقول يا رب دربة البداية تبقى جيدة عشان حتى نبتدي نكتسب ثقة واحترام وتقدير كل اللي حوالينا ويبقى فيه الرهبة اللي كانت موجودة برضو زمان لما المنتخب يدخل حتى لو منتخب دلوقتي والتطوير حاصل وسنوات عديدة جداً أكيد فيه منتخبات ممكن تكون فنياً عدتك بس لما أنت تبقى في مطش في 2 في 3 بتلعب حلو ده يخلي المنافس بتاعك وإن كان متفوق عليك فنياً لا يعملك مكانة كبيرة ويعملك هيبة كبيرة وفي نفس الوقت ممكن ده يؤثر عليه مش هقول فنياً بس ممكن يؤثر عليه نفسياً فأنت تبقى بتكسب نقاط وإنت مش عامل حاجة خالص إنت بس بتلعب حلو فده اللي أنا عايز أتكلم فيه لكن حرجع أقول تاني أكيد لسه المشوار في بدايته أكيد كان نفسينا نفرح من ضربة البداية لكن لسه المشوار بعيد ولسه المشوار طويل ولسه الفرصة موجودة أي نعم الفرصة ما بقتش دلوقتي الأفضل ليك ولا الأريح ليك ولا الأسهل ليك بس بقت موجودة لسه دلوقتي مع حساباتنا ومع غيره وقلنا على فكرة مرتش غانة الواحد كان يتمنى أن أنت تدخل مش مشدود لأن غانة بعد الخسارة وانا قلت الكلام ده مبارح هي هتدخل قاتل يا مقتول ما عنداش حدا تخسارها خلاص أنا لازم أفوز أنا لما فوزتش برة فهي غانة داخلة مستحلفالك وإنت داخل مستحلف لكل طبيعي أنا عايز أرجع تاني وقف على رجلي والتصريحات بتاعت فيتوريا والتصريحات بتاعت كل الفريق عندنا والمنتخب عندنا تدل على أن هم عارفين أن كان فيه تقصير كبير مش مهم بقى دلوقتي نحط الغلط على مين يعني مش مهم مين اللي حيشيل الشماعة أو حنعلق الشماعة أو حيشيل زي ما بتقال كده الغلط على ظهره مش مهم ده مش قصتنا قصتنا أن احنا كلنا حاجة واحدة لو فوزنا كلنا بنفوز لو خسرنا كلنا حنخسر فمش مشكلة دلوقتي مين اللي حيشيل الشماعة بتاعت الأخطاء اللي حصلت فبالتوفيق اللي جاي